مولانا جلال الدين الرومي كان ليه كلام جميل بيقول فيه يؤدب الألم صاحبه يسقله سقلا يعلمه الصمت الطويل يريه من بعيد ما لم يكن يراه عن قرب يعلمه الدعاء ويحشه من الناس يؤنسه بربه ويكفيه به إن للألم باطن فيه الرحمة كلام عظيم ويبين لنا قد إن كل شر احنا بنشوفه بيبقى فيه خير بس احنا مش قادرين نشوفه ده هنعرفه النهاردة من ضيف اللي بنواره النهاردة الشيخ أحمد السباغ من علماء الأزهر الشريف أهلا بك شخ أحمد أحنا بك يا صباح الله يحفظك كل سعادك طيب قول سعادك طيب صباحك حبيب قلبك طيب قلبك طيب تفضل نهاردة معنا موضوع جميل بقى أيوة نعم فكرة إن انت بتشوف اللي فيه خير في الشر نعم وإن الألم دايما بيبقى فيه في البطن بتاعه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى نعم بس إزاي أنت تشوفها نعم دي بقى البصيرة اللي احنا نتكلم عليها وفكرة إن ربنا يوريها لك وينورها لك صحيح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ودائما صلى على الحبيب قلبك طيب اللهم صل و سلم و مبارك على سيدنا النبي محمد و على آله و صحبه أجمعين كلمتان مترادفتان كلاهما وجهي لعمل واحد الألم و الأمل و طول ما فيه دنيا لازم يبقى فيه ألم بس ألم عن ألم يفرق في واحد يتألم مصطفى و هو بعيد عن رب العالمين فلا يأخذ أجر و من الناس من يتألم و هو يتعبد إلى الله بمقام الرضا يأخذ أجر شوف الفارق سؤال هنا هل هناك في الدنيا أحد لا يتألم كل واحد يتألم بس كل واحد له ألم في أمر ما أحد الناس ألمه في مرضه أحد الناس ألمه في ولده أحد الناس ألمه في زوجه أو في زوجها في جاره في أخيه في عمله في رزقه لابد أن هناك ألم يعني طول ما فيه دنيا لابد أن يكون هناك ألم وسيدنا الشيخ الشعراء والله يرحمه رحمة الله عليه قال جملة جميلة أنا بترجمها بيقول احمد ربك أن فيه مرض بألم مرض بإيه؟ بألم بألم يعني يعني المرض الذي يصاحبه ألم دي نعمة بيقول لك فيه عطب هنا صلحه فيه مغص هنا شوفه حاجة في القلب عامل زي العربية ما يديك إشارة كده على العدبة العربية قدأ بيقول لك فيه عطب هنا فيه مشكلة هنا يديك إنذار إنذار الله يفتع عدك ولذلك المرض الذي لا يصاحب بألم يسموه مرض خبيث أنا مش واخد بالي منه أنا مش عارف هو فيهن فالسلم ربنا يدي له حاجة يتألم منها يجري ويسجد ربنا شكر ويقول الحمد لله إنه إداني إنذار عشان نصلح المشكلة كلام جميل سبحان الله يعني أنا أقدر أقول بقى أنا أقول أن الألم جند من جنود الله خير الألم جند من جنود رب العالمين ولا راحة في الدنيا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل سألوه مصطفى سؤال وأنا أسألتك السؤال ده متى يذوق الإنسان وطعم الراحة في الدنيا ما فيش راحة كنوا إحنا زغنانين نقوله إيه هاستريح لما تخرج صح بلا بذكر بقى بلا صار ولا تأديرات ولا ترتيب ولا بتاع شوية قال لا لا دهنا هاستريح لما خلص الجيش أخذ الخدمة العسكرية خدنا الخدمة العسكرية فيش راحة دهنا هاستريح لما توظف لما توظف اتوظفنا بقى وظيفة لا لا ده الراحة الكبيرة لما تجوز بقى وإيه الألم زاد لأ لما خلف الألم زاد أمالي راحة فين سيدنا الإمام بن حنبل أجاب إجابة قاطعة يبتعو الألم صبر جميل قال لي بقى ألا يذوق العبد طعم الراحة إلا عندما يضع أول قدم له في الجنة يا سبحان الله تعليق بقى ده أحسن حاجة فلسفة الحياة فلسفة حيني مفيهاش راحة مفيهاش فيها طبعا شوية السعادة بس الغالب فيها أعرف زي يقول لك مصطفى إيه شوية البهارات لازم بهارات ما فيش حياة خالصة ما فيش حياة خالصة وخد بالك كلما اقتربت من الله كلما زاد الألم وإلا سيدنا يعقوب عمل إيه عشان يتألم طبعا بس خد بالك إذا تألمت ركز فلا تشتكي إلا لله سبحانه وتعالى حتى بنقولهم الشكوى لغير الله ما زال لكن اشتكل ربنا شوف سيدنا يعقوب جابها كده قال إيه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وشوف التصبر والجمال بقى وأعلم من الله ما لا تعلم نخد بال حضرتك قد من يعني كثير من الأمور قد تؤلمنا وفيها الخير طب اللي بتلاقي بقى الشيخ أحمد فيه ناس بتفهموا إن ده أعقوب من ربنا سبحانه وتعالى لأن ده مثلا ربنا مش راضي عنه بس مصطفى أضرب لك مثلا بس مصطفى حلوامي بقول لها ده قد كثير من الأمور تؤلمنا ولكن فيها الخير كله طبعا بس إحنا مش شايفنا حضرتك آه بالضبط حضرتك لما تمسك عزكم الله أي أب أو أي أم بعد حضرتك عنده ابن صغير بعافية شوي مريض فبيروح للدكتور بقوله ادي له حقنة أو فيه ناس يقوله إبرة حلو كده فلما تمسك بعد الوقت بيصوت ورزع ويفكر إن أنت قاسي أنت بتساعده على النوع يخذها يبقى فيه ألم وتمسكه جامد والولد يبقى كارهك عشان ياخد الحقنة الولد شايف إن ده ألم وبابا ده وحش وماما ده عوزه بالله لكن لما يفهم هذا إحنا كده ولليه نسأل مع الله مع الله رب العالمين ربنا يدك شوية مرض بس ليه فيهم الخير ولذلك نقوله دائما العمالي يقوله الخير دائما كامنا في الشر والألم يأتي بعده الأمل والمحنة لا تأتي المحنة يأتي بعدها المحنة الملحة الملحة خذنا لحضراتك فكل شر لابد أن يعقبه خير وإذا اشتد سواد الليل فاعلم أن انفراج الفجر قد اقترب وذلك كان بعض أهل الناس الصالحين يقوله إذا تألم يقول اللهم إن كان هذا الألم يرضيك عني فزدني منه يا سبحان الله وخذ بالحضرتك من عرف بلوت غيره تهون عليه طبعا بلوته بلوته مرواح لما بيشوف ناس في حال أصعب منه بيقول الحمد لله فالإنسان ربما يرى الألم عذاب ولكنه رحمة طبعا ربما يرى الألم نقمة ولكنه نعمة سبحان الله نعمة تكفير للزنوب مغفرة للسيئات والمنع برضو شخص المنع رحمة وذلك سيدنا منعطان ليسا كان داري يقول كلام جميل يقول في منعه عين عطائه يعني قد يعطي وفي العطاء منع وقد يمنع وفي منعه عطاء فلسفة عظيمة شخص لا تبص الأمور بعين مجرد بالقلب بالقلب فعلا كان عندهم برضو نظرة بالقلب مش بالعين فكان ليهم فلسفة في الحياة أنه أنت بتشوف الحاجة متجردة من كل شيء وشايف أن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك الرسائل دي كلها لو لا الألم الذي قاساه سيدنا يوسف في الجبي ما وصل إلى عزيز مصر ربعا شوف الجمال لو لا الألم التي قاسته السيدة مريم أثناء الوضع والحمل والرضاعة ما كان سيدنا عيسى شوف القضية فكل ما يبقى الألم شديد لو لا الألم الذي قاساه رسول الله ما كان سيد الأولين والآخرين واخد بالحضرتك أشد الناس بلاءا وآلما هم الأنبياء والصالحون طبعا يا سيدنا أيوب أيوة في الأمثلة العظيمة والصبر اللي صبروا بس عايزين فصبر جميل الله يفتع حضرتك يعني مش صبره بس تشخاف بص يا فندم أصدق كلمة تطمئن القلوب آية تضمد الجراح مسكين للقلوب إيه بقى والله يعلمه وأنتم لا تعلمون طب الرضا برضا شكرا أحمد دام من الحاجات اللي مش سهلة برضا أيوة صلى الله أعيز تدريب تدريب نفسي أصعب مقام في مقامات الإيمان هو الرضا سيدنا عالي بن أبي طالب قال إن رضيت فعليك القدر أمر الله نافس والألم هيجي وأنت مأجور وإن لم ترضى فعليك القدر وأنت موزور يعني رضاك أو صختك لا يقدم ولا إيه هو لك أنت قدر أحسن الله يحسن وقع وقع بس تخذه بإيه بمقام الرضا وعسى أن تكرهه شيئا الآية دي يعني عايز كل الناس يحطه قدامه كده وعسى أن تكرهه شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم وشوف الختمة الجميلة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كان أحد السلف الصالح بيقول كلمة جميل قوي بيقول أنا لا أبالي على أي شيء أصبحته على ما أحب أو على ما أكره مش فرامة لصطباحة بتاعته حاجة أحبها أو حاجة أكره أو حاجة أكره أقول له إزاي يعني أنت مش بنادم أصلا أنا لا أدري الخير فيما أحب أم فيما أكره والله يعلم وأنتم لا تعلمون